بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل حصة اليوم إن شاء الله تقويم في مادة اللغة العربية بالنسبة للمقطع الأول إذن في المقطع الأول تعرفوا التلاميذ على ثلاث نصوص بالنسبة لفهم المنطوق النصر الأول في القسم نصر الأول عفوا كان اليوم نعود إلى المدرسة ثم في ساحة المدرسة ثم في القسم بالنسبة للسياغ تعرفوا على السياغ التالية صباحا مساء يا أرجوك الآن أين كم الضمائر تعرفوا على الضمائر المخاطب أنت أنت أنتما أنتنا أنتم بالنسبة للحروف ست حروف حرف الطا حرف التا حرف السين حرف حرف الزي حرف الجيم تعرفوا أيضا على كيفية كتابة تاتي الحروف حسب أشكال أو أشكال كتابة تاتي الحروف في وسط الكلمة في نهاية الكلمة في بداية الكلمة إذن نبدأ مع التمرين الأول يقول أرتب المقاطع وأكتب كلمة مفيدة إذن لدينا المقاطع التالية هنا سي وهنا ماذا هنا يا وهنا رو لترتيب هذه المقاطع نلاحظ أولا أو نبحث عن المقاطع الذي يأتي في بداية الكلمة ما هو؟ هو يا ثم سي ثم رو نكتب المقاطع الأول أو الكلمة التي تحصلنا عليها الأولى وهو يسير إذن لدينا يسير المقاطع أو الكلمة الثانية ما هي؟ تن بن هنا نعلم أن الحرف الذي فوقه تنوين دائما يأتي في نهاية الكلمة إذن يبقى هذا المقاطع إذن هذا المقاطع في بداية الكلمة هنا في نهاية الكلمة ونتحصل على كلمة بنتن نكتب الكلمة بنتن لدينا هنا طن بسا إذن هنا بالنسبة هذا المقاطع يأتي في نهاية الكلمة نبحث عن المقاطع الذي يأتي في بداية الكلمة هنا نلاحظ أنه متصل يعني قبله حرف هنا إذن هذا المقاطع في بداية الكلمة وسط الكلمة نهاية الكلمة ونتحصل على كلمة بساط نكتب الكلمة بساط لدينا هنا ما؟ كلمة جارسون هكذا جارسون ثانيا أضعوا الكلمات في مكانها المناسب أين؟ كم؟ يا صباحا أرجوك أين أداة استفهام نستعملها للبحث عن المكان أو السؤال عن مكان كم للسؤال عن العدد؟ يا لكي ننادي بها شخص أو مجموعة من الأشخاص صباحا عندما يقع حدث ما في الفترة الصباحية أرجوك لطلب مساعدة أو لتمني شيء نبدأ أولا يذهب أحمد إلى المدرسة متى؟ يذهب أحمد إلى المدرسة نقول صباحا يعني هنا حدث يذهب أحمد إلى المدرسة متى؟ صباحا نكتب كلمة صباحا ثانيا نلاحظ هنا أداة أو علامة استفهام يعني هنا سنستعمل أداة لاستفهام ما هي؟ أدوات الاستفهام لدينا أين ولدينا كم؟ نبدأ أولا بأين ثم نقرأ الجملة إذا كانت صحيحة إذن صحيحة أين ذهب أحمد؟ أين ذهب أحمد؟ هنا يسأل عن مكان ذهب أحمد إذن نستعمل أين ذهب أحمد؟ هنا لدينا أيضا علامة استفهام بقيت لنا أداة الاستفهام الوحدة فقط هي كم؟ نقول مباشرة كم كتابا يملك أحمد؟ هنا يبحث عن عدد الكتب ساعدني في حمل السندوق هنا طلب شيء ما نقول أرجوك ساعدني في حمل السندوق نكتب هكذا الجملة الأخيرة قال المعلم الآن يدق جرس المدرسة نقاط أطفال هنا ينادي للأطفال الآن يدق جرس المدرسة يا أطفال التمرين الثالث أضع الضمير المناسب مكان النقاط لدينا أنت أنتي أنتم أنتما أنتن أنت للمفرد المذكر ولد أنت للمفرد المؤنث بنت أنتم لجمع المذكر أنتما للمثنى المؤنث أو المثنى المذكر يعني بنتان أم ولدان مراتان أم وهكذا أنتم لجمع المؤنث ثلاث نساء أو أكثر ثلاث بنات أو أكثر دائما نستعملها للعاقل يعني هنا ضمائر للمخاطب للعاقل لعبت بالكرة من أنت لعبت بالكرة هنا لدينا لعبتن بالكرة من لعبتن بالكرة أنت لعبتن بالكرة خطأ أنتم لعبتن بالكرة خطأ أنتما خطأ أنتن لعبتن بالكرة أنتن لعبتن بالكرة لعبتما بالكرة لدينا هنا لعبتما بالكرة من لعبتما بالقرة نقول أنتما أنتما لعبتما بالقرة هنا نلاحظ حرف التاء حرف الميم هنا نتوقف عند الحرف الذي فوقه السكوة ثم الحرف الآخرين هنا هو التاء والميم والألف نبحث عن ضمير الذي يكون هكذا في نهاية هنا تأنون هنا تاميم ألف إذن تاميم ألف أقول أنتما لعبت بالقرة مباشرة هنا يقصد بنت أوجه كلامي لبنت أقول لها أنت لعبت بالقرة بالنسبة للتمرين الخامس أو الرابع أرطب الكلمات المشوشة وأكون جملة مفيدة القسم الجرس إلى دقة فدخلنا طبعا هذه الكلمات مرتبة تعرف عليها التلميذ في القسم وهي دقة الجرس فدخلنا إلى القسم ثم قمنا بعد ذلك بتشويش هذه الكلمات كتابة الكلمات في بطاقات مرتبة هكذا ثم قمنا بتشويش هذه البطاقات وطلبنا من تلميذ إعادة ترتيب الكلمات كذا يكون ترتيب الجمل يعني التلميذ لازم عليه يكون تعرف على الكلمات وهي مرتبة ثم نطلب منه ترتيب الكلمات مرة أخرى وهي مشوشة إذن الجملة الصحيحة أو الجملة التي نتحصل عليها وهي دقة الجرس فدخلنا إلى القسم إذن هذا كان تقويم بالنسبة للمقطع الأول في مادة اللغة العربية إلى هنا أنتعي دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا